السلام عليكم المشاهدين الكرام كديرين لبس عليكم اتمنى تكونوا بقال في خير ان شاء الله السلام عليكم ايه ما مشتجان بخير انتمنى اتيرين بخير وعلى خير ان شاء الله وش حال هادي كنا دلكم واحد دلنا لكم شي فيديوات على اطلاق النار في مزورا ماشي خطرا ماشي يجوج وده ما كانت تفاجئوا عاو التاني باطلاق النار عاو التاني نوحي دي الحسيمة يعني هادي اطلاق النار قام بغينتها الصراحة اتشارها بزيف وسلم ايه ما اقاطس ايب ذا او التاني دي جيت النغنيت يعني نوحي الحسيمة ما اشوفهم غير دي قول ما فهم خيوذانا مايرش ما ماذني يغين والله اعلم اه انخزامي ديو هذه الاخبار فتحت مصالح الدرك الملكي اه بحيث لتحديد ظروف وملابسات تعرض شخص لعملية اطلاق النار في وقت متأخر في مساء اه امس الاربعة احداش ماي بجماعات لوطاء اقليم حسيمة يعني البارحة المشاهدين الكرام واحد السيد يعني تلقوا عليهم النار والسباب غادي نعرف ان شاء الله السباب وخاما عارف ما شده بنا نعارفهم بعد لانات الشراء المخزن الحمد لله ركي يدير خدمتم خليكم معي وتسمعوا التفاصيل بسر ما يسمع اه اه قاطس رب دايت ماشي رب دايت جواي انما نوحي انجم زور نش حالة اه اموان يعذن رب دا جاي تقالي ذو نقاطس وخاق انخزام من يوقن يعني انها اظناط مثلا غوش انخزام من يوقن عودتن اجمزان اموار يعذن وكشفت مصادر ما طلعت ان المصاب المصاب يعني اللي يعني اللي قصب بالقرطس كان قد طلب الاستغاثة من من الساكن من الساكن باحد دواوير يعني جماعة لوطاء بعد ان اعترض بسبيله شخص يحوز سلاح ناري ويطلق عليه النار على مستوى ساقعه اه قبل ان يلوذ بالفرار الى وجه غير معلوم لانه هاد سيده هاد يجب علي السلاح ويضربوه وكان غادي يعني بسيار طول ما لاعرف كيفاش هاد شي ارى بزفة المشاهدين الكرام مش تصرمي اثمان لان مانيا اتاح شن قالت اتاحي عني ولازلت اسبب اه الاعتداء مجعولة يعني اسبب اعتداء مجعولة على المشاهدين الكرام فيما اه اه ربطها البعض بعمليات اطلاق النار كانت قد شهدتها مدينة ايمزول خلال الاشهر الاخيرة اسمعت كم اسمعتها المشاهد الكرام لانها اطلاق نار كانت يعني في اشهر الاخيرة يعني كيتلق فيها الرصص بزفة ايمزول واستنفر هذا الحادث المصالح الامنية بقليم الحسيمة التي جنادت مختلفة وحداتها من اجل اعتقال المشتبه فيه وحالته على العدالة والحمد لله اردت قبطوشي بعد من النوم وده با ندخلوه في التصاصيل بسرمي هنا من عن اربعة زيسن اه وكانت المديرية العام الامن الوطني قد اعلنت خلال الشهر الماضي عن توقيف تسع اشخاص بين حسيمة وامزول بسبب عمليات اطلاق اطلاق النار في اطار تصفية حسابات بين شبكات المخدرات واسمعوا المشاهدين باش تشوفوا يشن واقع بالضبط يانا هاتش عن دول سبب المخدرات واسمعوا المشاهد الكب المخدرات وقالت مديرية في بلغ لها ان عماصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية تمكنت بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بالحسيمة وامزول ومصالح المديرية العامة بمراقبة التراب الوطني خلال الفترة المنتد ما بين اثنين وعشرين او اسبوع عشرين ابريل الجاري من توقيف تسع اشخاص تتراوح اعمارهم بين ستاش وخمسة واربعين سنة وشوفوا المشاهد الكرام ستاش العام كانين اللي عندهم ستاش العام والله اللهم ان هذا مكر اللهم ان هذا مكر يسمعوا المشاهد الكب ومن بين الموقفين يوجد اربع اه اه اشقاء واثنان من القاصرين يعني كان خوته والقاصرين ومخلط يعني دعم ومخلطة المشاهد الكب ماتشي هاتشي يخلق والله لك يخلق والقاصر ياخد السلاح ويدرب يعني هاتشي 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 را ما امرس معنا في حياتنا الصراح ومن بين الموقفين يوجد اربع اه اه اشقاء واثنان من القاصرين وذلك الاجتباه في ارتباطهم ببانشطة شباكات اجرامية متورطة في حي في حيازة وترويج المخدرات والصرقة واستعمال السلاح الناري واسمعوا المشاهد الكرام احنا في واحد العالم في واحد العالم خاطر واحد العالم خاطر دابا دابا الشبان اه اه اقعال لين قولوا ورا عنده اربعين احمس وربعين عام قولوا ورا هذا يعني يعني كبير وده اذا ويعني اه اه دراري عندهم يعني ما وصلت يعني ستاش العام وهز القرطس ويدراب هذا الشارع خاطر صراح خاطر حتى للناس الكبر مش عال الصغر ولكن باش منهم يفدأ من صغره من ستاش العام يبقى يدراب هذا الشارع ولكن الحمد لله القانون نراه كي يجب معكوش كي يجب معكوش هذا الشارع خاطر المشاهدين وذلك في اطار اه بوضع اه المهم اه وتم توقف المجتمعين في عملية امنية متفرقة في مناطق قريبة مختلفة بضواحي مدينة الحسيمة وذلك في اطار الابحاث والتحاريات المعنقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في في اعتقاد تسجيل مصالح امن بمدينة امزورن لحادث تبادل اطلاق النار مره اللي فات المشاهدين يبقى كيت القناط هذا كيت القناط على هذا يعني احنا ولينا فاث غنيستان يعني مبقينش في المغرب ده الله يحضر السلامة المشاهدين اكم الله يحضر السلامة والسلامة اطلاق النار من اه سلاح للصيد للصيد اه بتاريخ خمستاش ابريل الجاري يعني اه شهر اللي فات يعني اه احنا كنقوله ماش كيسيدو ماش كيسيدو اه اه كيمش يسيدو في الغابة القنين او الطيور اه الجاري بين اشخاص يشتبع في تورطهم في الارتباط بشبكة التهريب الدولي للمخضرات واسموا المشاهدين الكيرمات الشيء اتشي ارى عنده على قبل مخضرات انا قلتاش حالها دي وبحالش الناس ما عجبوه مش الحال على انه ما يمكنش يعني يجبنا ميدر بكورتس هذا هذا بدون يعني 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 شي مشكل يكون بسيط وانما هادش يوقع اغلبي وحتى في اوروبا كيوقع عدش هذا يعني كيقل وانا في اوروبا بعده في اوروبا بعده كيستعملو الفرادي ما كيستعملو يعني اه يسيدو يعني اه بنا زوجة كتكون عنده رخصة باش مش يسيد بها فالتالي هو كيمش كي يدربين الناس يعني هادش يرى خاطر المشاهد الكرام وانا ما هي خاطر بزاف لانا امنكم ان اخلاق مانا يوقع هذه الظناط الظناط يكتاج ان سيدي ذرقها سأقاطس يعور سخرلا ويعني اه وسيوقع والو السيد يعني انا يتحياني على المشاهد الكهات الشراكية تزاد المشاهد متمنى اهات شي تحد وما بقى شي يتكرر لانا كيخلعو الناس كيخلعو الدراري الصغار وكي عادي الله يديهم ويدي شميع المسان تمني اعجبكم فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته